تتكثف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى هدنة في غزة ومحاولة إقناع كل من حركة حماس والحكومة الإسرائيلية بتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع على مراحل عدة يتم خلالها تبادل الأسرع والمحتجزين وإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم على الجانب الآخر قالت مصادر لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار في غزة خلال الفترات الانتقالية التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حماس مع تهديد الحركة باجتياح رفح في حال رفضت شروط الصفقة الجديدة هل تنجح الجهود الدولية والإقليمية في إقناع الطرفين بقبول الشروط الجديدة من أجل التوصل إلى هدنة في غزة نرحب بضيفينا معنا من القدس الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان كما أرحب من القاهرة بأستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور أيمن الرقب أهلا بكم أتمنى أن نطقت اسمك صحيح دكتور أيمن الرقب أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بالسيد إيلي نيسان أبدأ معك دكتور رقب هذا الحوار في الرادار على سكاينيوز عربية برأيك ما يتم تداوله من أخبار حول صفقة التبادل وما يليها من تهدئة هل أصبح نقاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى ذلك؟ لا بعد التحية لكم أخت فضيلة ولضيفك الكريمة لكل سيدات والسادة المشاهدين أنا أعتقد أننا اقتربنا كثيرا من الوصول إلى فترة التهدئة صحيح أن هناك مؤتبرا صحفيا لرئيس حكومة الاحتلال اليوم نتانياهو الساعة السابعة ونصف اللي يعلد رده على الخطوط التي أرسلت حماس ونحن عندما نقرأ الرد فالرد به مرونة كبيرة جدا خاصة أن أعلنت مصر أن السلطات تضيف بدءا من الغد بدء في حوارات جدية لأن هذا إطار عام يحتاج إلى تفاصيل مهمة جدا قد نبدأ في المرحلة الأولى التي تمتد 45 يوم يعني سنكون في نصف شهر رمضان تقريبا كل عام تم خير عندما تنتهي هذه المرحلة الأولى وبالتالي يجب أن تكون المرحل الأخرى متصلة بالتأكيد عندما نتحدث الآن عن عمليا دمج المرحلة الأولى والثانية مرحلة واحدة تعتبر وتبقى جثة القتلة هي المرحلة الأخيرة والتالي إن كان هذا بالفعل الإطار أنا أعتقد أن هناك تنازل كبير جدا وليون من قبل حركة حماس للوصول إلى هذا الاتفاق حتى تنجز ذلك أنا أعتقد أنه قريب للمبادرة التي طرحت من مصر قبل أكثر من شهر وعيد صياغاتها بترتيبات أمنية أخرى نحن في النهاية نتمنى أن تتهي هذه الحرب وأن يعود طبعا شعبنا يتلمس طبعا حرية وأن ننتهي الحصار على شعبنا في قطاع غزي وأن تنتهي هذه الأمور بشكل كبير جدا الآن الكرة في بلعب احتلال إسرائيل لذلك ننتظر رد نتنيه على ذلك وأعتقد أن من يقرأ التفاصيل يرى أن هناك تنازل كبير جدا من حركة حماس وأنها تماشت بشكل أساسي للوصول إلى وقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني خاصة ومتحدث عن دولة تمتلك كل هذه القوى العسكرية تمارس كل هذه القتل والبطش ضد شعب أعزابي ومتحدث عن عداد شهداء يقترب من 28 ألف شهيد غير قرابة 70 ألف صابق كل هذه الأمور بالتأكيد قضايا صعبة ودمار شامل اخت فضيلة في قطاع غزي أنا ابن قطاع غزي وأعلم ما حل في قطاع غزي وتقرير المتحدة بالأمس قال أن قطاع غزي حتى يعود لما كان عليه يحتاج حتى عام 2095 نذهب إلى سيد إلي نيسان على الرغم من هذا الضمار الذي شاهدناه في الأشهر الأربعة الماضية سيد إلي نيسان نتنياهو يهدد باجتياح رفح وبتوسيع العملية البرية في رفح إذا رفضت حماس هذه الصفقة هل يريد نتنياهو إفشال الصفقة إذن بتهديده هذا لا هناك عدة نقاط كما تفضلتي أول النقطة الأولى عندما تذكريني سيدة فضيلة قضية الضمار من بدأ بالقضية أولا أريد أن أرحب بالدكتور أيمن من بدأ بقضية الضمار في السابع من أكتوبر إسرائيل بدأت في القضية إسرائيل بدأت بالمجزرة وبالمدبحة وبالقتل وبالحريق آئلات كاملة بدأ يحيى سنوار ومحمد ضيف ولذلك ماذا فكر يحيى سنوار عندما بدأ بالحض ضد إسرائيل فكر مثل ما كان في الجولات السابقة بأن إسرائيل تكتفي هذه المرة بعد مقتل ألف وثلاثمائة شخص واحتجاز أكثر من مائتين رهينة إسرائيل تكتفي بغارات جوية كما كان في الجولات الماضية لذلك إصبع اللون دكتور أيمن سأعود إليك لترد عليه لذلك إصبع الاتهام يترتب أن توجه إلى يحيى سنوار وإلى محمد ضيف الذين جلبوا هذه النكبة والمأساة على شعب الفلسطيني هذه النقطة الثانية المتعلقة بالصفقة نعم نقطة ثانية نعم نقطة ثانية متعلقة بالصفقة وتتحدث عن دمار نقطة ثانية الصفقة عندما قامت حركة حماس ليلة أمس بنقل موقفها بعد تردد كبير استمر أكثر من عشرة أيام قالت نعم ولكن بمعنى أن أنا لا أريد أن أكون الطرف الذي أفشل الصفقة ولكن لدي شروط بهذا الموضوع وما هي شروط الشروط هي انشحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة اعطى ضمارات دولية بأن إسرائيل تنسحب من قطاع غزة ويكون إطلاق نار وإعادة الإعمار وكل هذه الأمور بمعنى أن الكل يعلم أن من ضمن 136 رهينة هناك أكثر من 50 رهينة هم في إعداد القتلى يعني غير ليست في أحياء ولذلك القضية هي 80 شخص مع كل الاحترام للبخطفين وإسرائيل تكون كل الاحترام لهذا الموضوع وإسرائيل تأخذ بعين الاعتبار القضية الشخصية لكل كل مقطوف لأن كل مقطوف في نظر إسرائيل هو عالم كامل ولكن الأوضاع التي وضعتها حركة حماس بأن هي تريد إطلاق 1500 من سجناء الأمنيين وهي التي تحدد أسماء القتلى الذي أيديه منطخة بدماء إسرائيل بدماء إسرائيليين الذين قتلتهم أنا أقول أن جواب رئيس الوزراء هذا المساء عندما يعقد مؤتمر صحفي وهذه المرة في مكتبه في أرشاليم القدس وليس في تل أبيب يقول نعم ولكن على حركة حماس أن تلين من مواقفها وتكون مرهنة أكثر ولكن يا سيد نيسان سيد نيسان اسمح لي يا سيد نيسان أعطيتك بما يكفي من الوقت لا تستطيع أن تملي الإملاءات على إسرائيل تفضلي دكتور أيمن هل فعلا حماس ليست في وارد أن تشترط كون قطاع غزة لا يعنيها هي فقط يعني أكثر من مليوني من سكان غزة جزء كبير منهم مهجرون في الجنوب أخت فضيلة أنا بإمكاني كنت أن أشطح كما السيد إيلي وأنا بالعادة أحب أن أكون في حواراتي موضوعي أكثر من أن أشطح بالتاريخ لو جئنا للتاريخ فمن الإجرام طبعا ما يمارس ضد شعبنا الفلنسطيني منذ أكثر من 75 عاما ورغم كل ذلك نحن قابلنا نعودنا على وجاله يا سيد إيلي نحن قابلنا أن نعيش بسلام في هذا المنطق ولكن أنتم من تنكرتم لذلك ورئيس وزراء قال أنا ضد حل الدولتين وأنا أوقفت حل الدولتين وأنا ضد ذلك والشجاع الوحيد الذي كان فيه داخل قيادات الاحتلال إسرائيلي منذ التاريخ زخرون الابرخاء ربين الذي ذهب مع أبو عمار إلى سلام الشجعان ولكن أنتم قتلتم هذا الرجل حتى لا يكون هناك سلام في المنطق الآن حتى لا نعود مرة أخرى على الطريق وكيف تم تقوية حماس لتقوى على منظمة التحري الفلسطينية وأنتم ساعدتم في ذلك وتسهلتم أنا لا أريد أتحدث كثيرا في ذلك الآن نتحدث في كيف نحق اندماء شعبنا الفلسطيني أنت تحدثت عن ما حدث 7 أكتوبر 7 أكتوبر له مقدمات وحتى في تقريرها أردس أمس في 7 أكتوبر من قتلوا في مستوطنات الغلاف بدبابات إسرائيلية قيل نيران صديقة وقيل ما يقول والتحقيق لسالة شاغل أهم لكن أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا الأمر نحن نريد أن نعالج للمستقبل إن أردنا أن نتحدث ونشتري التاريخ فإننا لن نتقدم خطوة للأمام الآن أعتقد ما قدمته حركة حماس بغض النظر نتفق أو نختلف مع ما قدمته أنا على سبيل المثال أرى أن رد حماس به ثنازل كبير جدا جدا أن نتحدث عن الشعب الفلسطيني وأيضا من حقنا نحن نعترف بالسلام أن نقول أيضا حق دماء الشعب الإسرائيلي لأننا أفضل منكم أنا أقول حق دماء الشعب الإسرائيلي أيضا لأننا لا نريد أن تستمر دارة العنف لو دارة العنف هذه يا سيد إيلي استمرت فإن لن يكون هناك أمان في هذا المنطق حتى لو قتلتم ما قتلتم في غزة الأمور لن تكون سهلة حجم الكرهية التي صنعت في غزة الآن نتحدث فقط بمعلومات أولي 25 ألف طفل يتيم فقدوا الأب والأم والأخ لم يبقى إلا هو شخص هذا اللي لم يكن لك هناك إطار يستوعب ويدمج في المجتمع فهناك 25 ألف مقاتل شرس لماذا مصرين على صناعة الكرهية في هذه المنطقة حتى لو جئنا مرة أخرى قلنا حماس حماس جزء ما عندك أنت أصعب من حماس لما بن غفير بيجتمع وبيتحدث عن قتل عندك واحد اسمه عميقية اللي هو أنت تعرف جيدا يقول غزة يجب أن تضرب بقنبلة نووية وغير وغير ومن اليمين المتطرف الذي أصبح حاكما داخل دولة الاحتلال عندما تقيس حرق طب لو عقد مؤتمر حماس قررت أن تعقد مؤتمر أقول نحن نريد أن نبني دولتنا في باقي مناطق في تلبيل اسمح لي دكتور أيمن دكتور أيمن عذرني عذرني أيضا أستثمي حك سيد أيمن نذهب الآن إلى جنوب لبنان الذي يشهد في هذه اللحظات ومنذ دقائق كما أوردت مراسلتنا في مرجعيون قصفا إسرائيليا مكثفا على مناطق عدة جنوب لبنان كما نرى الدخان يعلو سماء هذه المناطق دارين الحلوي تنضم إلينا مرة أخرى من مرجعيون في جنوب لبنان تجدد القصف إذن دارين من الواضح بأن القصف تجدد وبقوة وبكثافة أليس كذلك؟ صحيح صديلة طائرتان الحربيتان اللتاني كنا نتحدث عنهما عدتا إلى السماء مرة جديدة وقامت قبل أقل من دقيقة بإطلاق صاروخين على الأقل باتجاه أطراف بلدة الخيام للمرة الثالثة خلال هذا اليوم إذن هذه الأعمدة كما تشاهدون هي للصواريخ التي استهدفت مكان ما يزل حتى هذه اللحظة أيضا مجهولا بالنسبة إلينا الغارة وقعت قبل أقل من دقيقة كانت هناك طائرات حربية في الأجواء تحلق وترصد قبل أن يتم استهداف هذه المنطقة الواقعة على أطراف الخيام تحديدا من الجانب الشرقي وتم استهدافه أيضا بهذه الصواريخ وطبعا أشير إلى أن الغارات السابقة التي أيضا شاهد مها مباشرة عبر الهواء كانت قد استدعى توجه سيارات الإسعاف أتابع للرسالة أتابع لحركة أمل من أجل التأكد مما إذا كان هناك إصابات حتى اللحظة ليس هناك من معلومات عن وجود إصابات بانتظار يعني طبعا خروج هذه السيارات ولكن الصواريخ التي رصدت استهدف بعض منها مناطق السكنية أحد هذه الصواريخ استهدف أحد المنازل وأدى إلى تدميره بشكل كامل سنعود إليك دارين لمتابعة آخر تطورات على الجبهة الجنوبية في لبنان التي تعرض الآن لقصف إسرائيلي مكثف شكرا دارين أعود إليك سيد إلينيسان الخارجية القطرية وصفت الرد من حماس على ورقة مقترح باريس بأنه إيجابي ويدعو كما قالت للتفاؤل صحيح يعني لماذا لا تتعامل إسرائيل من هذه النقطة كون قطر تلعب دور كبير في هذه الوساطة ليس فقط قطر وإنما أيضا مصر تلعب دور أكبر مما تلعبه قطر وإسرائيل تكون كل الاحترام بهذا الموضوع لمصر بهذا الموضوع ولكن ما قامت به قطر هي أعطت الإطار ولكن لم تعطي التفاصيل بهذا الموضوع ولذلك قطر في أول وهلة عندما اجتمع وزير الخارجية ورئيس المزراء القطري مع بلينكين ليلة آمس هو أعطى الإطار ولكن عندما ننزل إلى التفاصيل نرى أن هناك خطوط حمراء في إسرائيل التي لا تستطيع إسرائيل أن تمر مرة الكرام على ما تقوم به حركة حماس حركة حماس ماذا تريد من الاقتراحات التي تسربت خلال اليوم الساعة الأخيرة هي تريد بعد الحرب تريد أن أولا إسرائيل تنسح من قطع غزة ويكون إطلاق نار شامل وحركة حماس تعيد القدرة العسكرية لحركة حماس وتعود وتسيطر على قطع غزة وتعيد وتسيطر من ناحية العسكرية والأمنية على قطع غزة بحيث بعد شهرين ثلاثة أشهر نرى أن أيضا إطلاق الصواريخ من قطع غزة باتجاه إسرائيل هي تريد طبعا انسحاب إسرائيل كامل من قطع غزة هذه الأمور لم تكن مقبولة على إسرائيل بمعنى أن قواعد اللعب عندما دخلت إسرائيل الحرب ضد حركة حماس بعد ما شاهدنا في السابع من أكتوبر وأنا أريد أن أرود للدكتور أيمن على ما قاله ضد نيتانياو بهذا الموضوع بعدما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر إسرائيل لا تستطيع أن تمر مرة الكلام بهذا الموضوع والدكتور أيمن أنا أقول أنا موافق معك 100% من يتحمل كفة المسؤولية للقدرة العسكرية ليس فقط نيتانياو وإنما نيتانياو له ضلع كبير بما حدث عندما وافق على إدخال شهريا أكثر من 30 مليون دولارا إلى قطاع غزة وإلى حركة حماس والكل يعلم اليوم عندما تدخل الإمتادات إلى قطاع غزة بالشحنات الكبيرة أكثر من 100 شاحنة أو 200 شاحنة من يستولي على هذه شاحنات حركة حماس هي رأينا الأشرطة عندما يقترب السكان في قطاع غزة أو حتى في رفح ليتلقوا بعض المساعدات من الإمدادات التي تدخل إلى قطاع غزة حركة حماس لن تسمح للسكان الإقراب إلى هذه الإمدادات وكل من يقترب إلى هذه الإمدادات ينزل عليه بالدرب المبرح أو إطلاق النار على السكان أرجو أن يرد لأنه يقول السيد أيمن الرقب بأن هناك مغلطات فيما تقول هل تريد أن تصحح بعض ما جاء على لسان السيد إلي نيسان دكتور تفضل المساعدات التي تدخل الغزة يتم السلام بشكل مباشر من وكالة غوت وتشغيل اللاجئين للنار والتي الآن يضغط عليها لتم حلها وتفريغ لمجرد أنه بإدعاء الاحتلال أن هناك 12 أو 13 عضوا انتموا لحركة حماس وشاركوا في ذلك وهذا أعتقد حتى لو حدث هناك طبعا تكون العقاب يخص ولا يعوم لكن في ظل هناك بتتنقل الشاحنات من مكان لمكان يتم خلال الطرق ليس من قبل حركة حماس وانا لا يدفع عن حركة حماس لكن هناك وبالأمس وصدفة الشرطة التي حاولت أن تنظم هذا الأمر هناك يتم في خلال تنقل الشاحنات من مكان لمكان بالتبيعي جدا هناك بعض المناطق لا يصل لها أكل يتم حاولات الوصول إلى هذه الشانات وأخذ بعض المساعدات من قبل المواطنين العاديين وبالتالي كان لابد من تأمينها حتى يتم وصولها لأن الشمال اليوم وصل إلى حفة المجاعة بشكل كبير أختي فضيلة وسيد إلي بإمكاننا نتحدث من هنا لبكرة بنفس الصياق وبنفس المعضلة إذا كنا نتحدث عن انسحاب الاحتلال من قطاع غزة وعادة تهييل قطاع غزة هذا يحتاج إلى ترتيبات سياسية الاحتلال الذي يقول نحن لن نسمح بعودة فتح فاتحسان قال عنه لا يسمح بالسلطة والأمريكان على مدار شهور يحاولوا إقناعه بأن يكون هناك عودة للسلطة للسيطرة على قطاع غزة بشكل آخر أنا أعلم أن سيد إلي لا ينتمي للكود ولا ينتمي له المتطرفين وهو أفكاره قريبة لأفكار التعايش السلم أو الداف كيوم كما هو في مصطلحهم وهو كان في فترات طويلة ممن مؤمنين بالتعايش علينا أن نفكر الآن يا سيدي لجميعنا أن نفكر كيف نخرج من هذه الأزمة بقال القسار عندما نتحدث عن اليوم كما أشرت شهداء 28 ألف 12 ألف طفل منهم يعني ما ذنب غلاء الأطفال هل هذا بنك بشكل آخر عندما نرى مشاهد التعذيب الأسرة بهذا المنظر يعني بالنمس هذا الشاب بالمنظر أحداد وأنا أعرف جيدا هذا الشاب ولا ينتمي لا لحماس ولا لأي تنظيم آخر ترى بهذا المشهد يأخذه جندي يعتدي عليه ثم يجردهم وليابسه ويجردهم وليابسه وثم يصور